أفدت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد في خطوة غير مسبوقة لإجراء أكبر عملية تجنيد في تاريخه الحديث لليهود المتشددين وتوقعت تقارير إعلامية انضمام 450 متشددا إلى صفوف الجيش الأسبوع المقبل وهو الأمر الذي يمثل تحولا كبيرا في موقف تلك الجماعات من الخدمة العسكرية كما كشفت التقارير أن هؤلاء المجندين الذين تركوا مدارسهم الدينية مؤقتا سيوزعون على عدة وحدات بما فيها كتيبة اتساح يهودة التي تنوي واشنطن فرض عقوبات عليها